نعم منا الحديث عن مكالمة هاتفية ما بين وزير الجيش يو أف جالانت بنظيره الأمريكي لويد أوستين وتحدث خلالها عن رصد إسرائيل لبدء استعدادات عسكرية إيرانية لم تكن موجودة خلال الأيام الماضية أي أن خلال 24 ساعة إسرائيل رصدت تحركات إيرانية لم تكن موجودة طبعا هذا ينسجم مع ما رصدته الاستخبارات الإسرائيلية ونقلته الصحافة الإسرائيلية أولها موقع والله الإسرائيلي الذي قال بأن إسرائيل أيضا تشير إلى أن تقديراتها بأن إيران ستشن هجوم واسع النطاق على إسرائيل وهذا يختلف عن هجومها في إبريل الماضي أي أن الهجوم سيكون أكبر وأوسع وهذا خلافا ما تم تداوله خلال الأيام الماضية أو خلال الأسبوع الماضي بأن إسرائيل كانت تشير بتقديراتها إلى أن إيران يمكن أن تشن هجوم على إسرائيل مشترك مع حزب الله الآن إسرائيل تقول حسب تقديراتها الاستخباراتية وما نقله الإعلام الإسرائيلي بأنها مقتنعة بأن إيران يمكن أن تشن هجوم بشكل مباشر أي أن السلاح الإيراني والصواريخ والمسيرات الإيرانية ستنطلق من إيران مباشرة نحو إسرائيل وبحسب التقديرات بأن إيران يمكن أن تشن هذا الهجوم قبيلة الخميس المقبل أي قبيلة بدء المفاوضات الإسرائيلية على صفقة مرتقبة وهذا ما أشار إليه أيضا وينسجم مع ما أشار إليه صحف الشؤون العسكرية في دعوت أحرنات رونين بيرجمان لسي إن إن حيث قال بأنه حسب التقديرات الاستخباراتية وليست بالضرورة أن تكون معلومات بالمناسبة ولكن حسب هذه التقديرات بأن إيران يمكن أن تشن هجومها متزامنة مع ذكرى خراب الهيكل المزعوم أي أنه يمكن أن تشن هجومها اليوم وهو ما يصادف ذكرى خراب الهيكل المزعوم هذا ما ينسجم مع التقديرات الإسرائيلية بشأن أيضا التعزيزات العسكرية الإسرائيلية والإجراءات الإسرائيلية يعني هناك حالة تأهب بدأنا نراها في الأجواء بما يتعلق بالتصريحات الإسرائيلية وأيضا نقلت هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو أوعز لوزرائه بأن لا يجروا أي مقابلات أمنية أو سياسية وشدد على أمنية أو سياسية بما يتعلق بالوضع الأمني والسياسي أي أن نتنياهو لا يريد من وزرائه أن يقولوا أي معلومات أو تقديرات بشأن الهجوم الإيراني أو الاستعدادات الإسرائيلية للهجوم الإيراني أيضا هذا ينسجم مع ما قلته هيئة البث البارحة بأن إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي أوعز وطالب جنوده بجورجيا وأيضا بأذربيجان بمخادرة هذين البلدين خشية من العمليات الإيرانية طبعا هذه المطالبات من الجيش الإسرائيلي كانت ردا أو خشية مما صرح به الحرس التوري الإيراني حيث قال بأنه إيران ستنتقم من إسرائيل داخل الأراضي والحدود الإسرائيلية وخارج الحدود الإسرائيلية أي يمكن أن تكون هناك عمليات نوعية ضد جنود إسرائيليين أو شخصيات أمنية إسرائيلية خارج الحدود الإسرائيلية لذلك الجيش الإسرائيلي أوعز بمخادرة جنوده من هذين البلدين نظرا لأن هذين البلدين حسب ما تقوله إسرائيل بأن هناك وجود أمني استخبارات إيراني كبير بهذين البلدين أي أن هذا من ضمن الإجراءات التي نقلته هيئة البث الإسرائيلية على كل هذه المعلومات والإحطة لك جزيلة شكر أريش حكروش مرسلة الغدى من تل عبيب شكرا ترجمة نانسي قنقر